مرحبا يا سادس كيف حالكم اليوم إن شاء الله سنقوم بحال أسئلة المراجعة الخاصة بقواعد الكتابة أولا اقرأ النص الآتي ثم أجب عما يليه العصفور والبندقية قرأت العصافير قصة الصياد الذي يستغض العصافير ببندقيته الشريرة قال عصفور صغير للعصافير نحن الآن بأمان لما لا نرسم ما نحب وافقت العصافير فاختار العصفور الأول ورقة بيضاء ورسم فوقها سماء صافية وقمار منيرة ورسم الثاني شمسا مشريقة وزهورا جميلة ورسم الثالث دجاجة تحمل حبة قمح ذهبية تبتسم للدجاجة أما العصفور الرابع فاستلقى على غصن شجرة وراح يحلم فجأة رأى في حلمه صيادا يحمل بندقية فاستيقظ مذعورا وبسرعة أخذ من جناحه ريشة ورسم قفصا وبداخله بندقية الأسئلة على النص بما حلم العصفور الرابع حلم بأن صيادا يحمل بندقية با هاتي من إنشائك مثالا مشابه لكل من سماء فجأة يعني بدهم همزة منفردة وهمزة متوسطة بناء مسألة لما لا نرسم ما نحب المطلوب جملة فيها ما الاستفامية قبلها حرف جر على نمط هذا المثال لما لا نتعاون قال عصفورا للعصافيري نحن بأمان دخول حرف الجر على اسم معرف قال المدير للمعلمين أنتم مخلصون هي دخلت حرف الجر اللام على الاسم للمعلمين السؤال الثاني جرد الأسماء التي تحتها خط فيما يأتي من أل التعريف ثم نوينها بتنوين النصب هذه قاعدة ألف تنوين النصب قلنا فيها بأن ألف تنوين النصب نضعها في جميع في نهاية جميع الكلمات ما عدا التي تمتهي بالتاء المربوطة أو همزة مسبوقة بألف قرأت القصة القصيرة في البيت بتصير قرأت قصة قصيرة في البيت لم أضع ألف تنوين النصب وإنما وضعت تنوين الفتح على التاء المربوطة لأنه إيش؟ انتهت الكلمتين بتاء مربوطة ساعدت الرجل الفقيرة تصبح ساعدت رجلا فقيرا ألاحظ بأنني وضعت ألف تنوين النصب لأنها انتهت بحروف لأن الكلمات انتهت بحروف يجوز فيها أن أكتب ألف تنوين النصب وألاحظ أيضا أن تنوين النصب وضعتها على الحرف الذي قبل الألف هنا على اللام وهنا على الرام السؤال الثالث أكمل كما في المثال مثال هذا كساء جميل هذان كساء جميلان هذا وعاء كبير هذان وعاء كبيران ألاحظ أن هنا ألف التثنية ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة بقية الهمزة كما هي لأنه قبلها حرف ألف وحرف الألف لا يتصل بما بعده السؤال الرابع أعطي مفرد الكلمات الآتية وكتبها في دفترك أشياء مفردها شيء همزة متطرفة على السطر أعباء عبء أيضا همزة متطرفة على السطر أجزاء جزء همزة متطرفة على السطر أكمل الفراغ بما الاستفهمية وأجر التغيير المناسب بما تتكاثر الطيور مما يشكو المريض السؤال السادس ضع علامة الترقيم المناسب بين القوسين فيما يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضع نقطتان رأسيتان لأن النقطتين توضع بعض القول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر هنا سؤال إذن أضع علامة استفهام قلنا بعض القول على متين نقطتان رأسيتان بلى يا رسول الله قال أيضا نقطتان رأسيتان لأنه بعض القول الإشراك بالله وعقوق الوالدين ترجمة نانسي قنقر